موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام أل كان المصريون يتكلمون اللغة القبطية؟ أل تعد اللغة المصرية القديمة الهيرغليفية لغة سامية؟ هل أثرت القبطية في العربية في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة؟ وما أثر اللهجات العربية المختلفة بمصر في المستويات اللغوية المختلفة؟ سنناقش ذلك مشاهدين الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في مصر أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في مصر نرحب بدلا مشاهدين الكرام بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جريسون التركية حياكم الله ومرحبا بكم أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله وبياكم ونرحب أيضا مشاهدين الكرام بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور رضوان المنيسي عضو هيئة التدريس بقسم اللغات العربية في جامعة قطر حياكم الله ومرحبا بكم دكتور رضوان بارك الله فيكم أهلا وسهلا أهلا بكم نبدأ منك دكتور حمدي تفضلا إذن حدثنا عن اللغة التي كانت سائدة في مصر قبل الفتح الإسلامي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان المدين وبعض في الحقيقة مصر قبل الفتح الإسلامي كانت محتلة من الرومان وكان أهل مصر يتكلمون باللغة المسمات باللغة القبطية أي اللغة المصرية القديمة وكانت هذه اللغة لغة الشعب أما لغة الكتابة فكانت دواوين الأمور الإدارية أو أمور الدولة كانت تكتب باللغة اليونانية اللغة القبطية علماؤنا في علم اللغة تكلموا فيها وعن أصلها وعلماء اللغة المصرية كذلك ففريق قال بأنها من اللغات الحامية وفريق قال بأنها من اللغات السامية الحامية جمعوا الفصلتين في فصلة واحدة لأنه لا توجد فروق بين الفصلتين أصلا حامي حام بن نوح أو ساب بن نوح الاثنان حقيقة كأنهما فصلة واحدة وكثير من العلماء قالوا إن اللغة المصرية القديمة أو اللغة القبطية هي من اللغات السامية ومن ذلك خاصة علماء الذين هم متخصصون في اللغة المصرية القديمة يعني وهذا هو المعول عليهم لأنهم قاموا بدراسات مقارنة بين المصرية القديمة والعربية فوجدوا بأن المصرية القديمة فصيلة من فصيلة اللغات ما تسمى باللغات السامية من هؤلاء مثلا دكتور من هؤلاء مثلا العلمة إرمان الذي يعد حجة في الدراسات المصرية القديمة رأى أن اللغة المصرية القديمة التي وصلت إلينا هي لغة الغزاة من الساميين الذين أخضعوا السكان الأصليين وتغلبت لغتهم على لغاتهم غير أن تأثر لغتهم بهذه اللغات في أثناء صراعها معها والازدهار السريع للحضارة المصرية ومحاطب المصريين من ظروف خاصة تختلف عن ظروف بقية الساميين في النواحي المادية والجغرافية والاجتماعية كل ذلك وما إليه قد عامل على توسيع مسافة الخلف بين المصرية القديمة من جهة وبقية اللغات السامية من جهة أخرى تفير الغزو السامي السامي نعم يعني يريد أن يقول بأن اللغة المصرية هي لغة سامية لكن لغة متطورة تأثرت بالحضارة التي كانت موجودة في مصر فهذه الحضارة جعلتها تختلف اختلافا يعني لهجة سامية مختلفة عن اللهجات السامية الأخرى نعم لكن في أصلها سامية نعم من ذلك الدكتور عبد المجيد عبدين وهو من علماء اللغة الفقه اللغة المقارن نعم يقول إن دراسة عابرة للهجرات الآتية من طريق سيناء إلى مصر الفرعونية تكفي للتحقق من أن الساميين هاجروا إلى مصر وسكنوها وتركوا بها آثارا واضحة حتى في اللغة المصرية القديمة من قسين الهيروغليفية الهيروغليفية هذه اسم الكتابة صحيح الكتابة المقدسة لأنه فيه كتابات أخرى هذه صورية صحيح من النيل إلى البحر الأحمر كل هذه كانت قبائل عربية نعم كانت تسكن هذه المناطق قبل الإسلام قبل الفتح الإسلام قبل الفتح الإسلام وحتى في قبائل من شمال من بلاد الشام جذام وعاملة وهذه القبائل أتت ودخلت مصر حتى في الفتح الإسلامي دخلوا وقوامهم هؤلاء العرب المتنصرة لأنه كانوا على دين النصرانية صحيح نعم أيضا الدكتور عبد العزيز الصالح يذهب إلى وحدة الأصول بين اللغتين العربية والقبطية الدكتور أحمد كمال أساد اللغة المصرية القديمة ويؤكد بأن اللغة المصرية القديمة واللغة العربية من أصل واحد يقول قوله وأختم أعلموا أن أيها السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة المصرية القديمة منذ كنت في الثامنة عشرة من عمري إلى أن بلغت الستين مهدت لي سبيل الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغة العربية واللغة المصرية القديمة من أصل واحد دكتور أحمد كمال نعم من هنا دكتور رضوان نرحب بك مجددا طبعا حدثنا إذن عن اللغة العربية في مصر قبل الفتح الإسلامي استكمالا لما تفضل به قبل قليل دكتور حمدي يعني أشكر هذه المناسبة التي جمعتني سعد الدكتور حمدي بخيد بارك الله فيه ونفعنا بعلمه كرمك من الله والحقيقة يعني هو تكاوى ما تحدث به حول قدم العلاقة بين اللغة العربية واللغة المصرية القديمة وأنا أفضل أن أتحدث وأقول أنها اللغة المصرية القديمة لأن كلمة القبطية هي كلمة لا تعبر عن لغة يعني كاملة لها نصوص لكن اللغة المصرية القديمة فيها نصوص أدبية وفيها برديات وفيها نقوش موجودة فيها ومجازا بعض الناس أطلقوا عليها اللغة القبطية لكن إذا كان المقصود باللغة القبطية اللغة التي داخل الأديرة والكنائس فهذه كانت أقرب إلى السريانية لأن لغة المسيح عليه السلام كانت هي اللغة السريانية التي فرع من اللغات الأرامية وبالتالي دخلت فيها بعض الألفاظ المصرية القديمة وبعض الألفاظ اليونانية فيما بعد والرومانية وما إلى ذلك والألفاظ أيضا العربية لكن أعيد أن أؤكد على ما قاله الدكتور أن العرب لم يكونوا بعيدين عن مصر فيما قبل الإسلام فالمؤرخ هيريدوت ذكر بأن المنطقة كما قال الدكتور بين البحر الأحمر والنيل كانت شبه عربية يعني فيها العرب البدو يملؤون الصحاري المصرية ولكن كان لهم انتجاع وعودة يعني حسب المواسم وحسب المراعي التي كانت موجودة فكانوا يتجولون وأيضا الجبل الغربي كان فيه العرب أيضا البدو موجودين في هذه المناطق وكان يطلق عليهم في المصرية القديمة التي كانت قبل دخول المسيحية كان يطلق عليهم العام أو البدو يعني العام باللغة المصرية القديمة لكن هل هذه اللغة موجودة ويمكن التحدث بها هي لغة ميتة لأن اللغة الميتة معناها أنه لا يوجد أحد يتحدث بها لكنها موجودة ككتابة كآثار كنقوش كنصوص اللغة المصرية القديمة فإذن العلاقة قوية جدا العلماء الألمان وغيرهم أثبتوا قوة العلاقة بين اللغات السامية واللغة المصرية القديمة ولكن الحقيقة لم يضعوها في جداول اللغات السامية حتى الآن يعني ليست موجودة ضمن جداول اللغات السامية لأن اللغات تقوم على مقارنات في الأصوات والقواعد والدلالات والألفاظ وهي لم تصل المقارنات يعني لم توجد دراسة تقوم بمقارنة كبيرة جدا بين اللغة المصرية لأنها لا يتحدث بها أما اللغات السامية على سبيل المثال اللغة السريانية يعني في منطقة طور عبدين في المناطق الموجودة ومعلولة في العراق وسوريا المنطقة هذه فيها بعض اللهاجات التي تتحدث باللغة السريانية واللغة الآرامية النوبة على سبيل المثال النوبة لغتها محكية وهي لغة قديمة في مصر وبالتالي اللغة التي يطلق عليها مجازا القبطية هي غير موجودة للتحدث وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة جدا عندما نطلق مصطلح اللغة القبطية لكن يمكن أن نقول اللغة المصرية القديمة هل هي لغة حية؟ لا هي لغة ميتة كيف كانوا ينطقونها؟ لا نستطيع أن نحكم لأنه ليس عندنا نصوص محكية بها لا توجد نصوص محكية بها وحتى المحاولات التي قام بها بعض الباحثين بأن يجعلوا الحروف اللاتينية ويضيفون عليها سبعة حروف أخرى بأنها تمثل القبطية لم تجد أي حيوية في اللغة طبعا تحتاج إلى نصوص أدبية تحتاج إلى تحدث لكن العلاقة قوية جدا بين اللغة العربية في الألفاظ في الكلمات قد يكون في بعض التأثيرات في اللهجة المصرية قد يكون لكن لا نستطيع إثباتها لماذا؟ لأن ليس لدينا النص الأصلي أو سماع حتى لبعض الناس يتكلمون بهذه اللغة لا نستطيع أن نقارنها من هنا؟ عفوا دكتور هل مصر أو اللي نقول أجزاء من مصر كانت يعني يتحدث فيها باللغة العربية؟ نعم يعني عندك استرابو قبل أو العرب يسمونه استرابون قبل الميلاد بحوالي أربعين سنة أو ثلاثين سنة قبل ميلاد المسيح يقول أن مدينة قفطة قفطة هي مدينة شبهة عربية لكسرة الأعراب الذين يقومون بعملية نقل البضائع عبر الصحراء وكذا وأيضا اللغة العربية كانت مشهورة حتى في الوسط الحاكم في مصر في عصر البطالمة يعني لغة معروفة ورحلة الملكة زنوبيا يعني نقول عليها زينب زنوبيا العربية من تدمر إلى مصر وحكمها لمنطقة الأسكندرية فترة من الزمن يعني معروفة في التاريخ وبالتالي العلاقات قوية جدا بين اللغة المصرية القديمة ولكن في فترة انقطاع أيضا 700 سنة أو أكثر منذ الاحتلال الروماني واليوناني الأول وبعد ذلك الفارسي وبعد ذلك الروماني كل هذا كان اللغة المصرية تفقد التحدث بها وتستبقي بعض الألفاظ طبعا لا تموت مرة واحدة وتحل محلها ألفاظ جديدة ولكن العربية كانت أيضا تتزايد حتى قبل ميلاد المسيح عليه السلام واستمر ذلك إلى أن جاء الفتح العربي فكانت عملية التحول ليست يعني سنتحدث الآن دكتور رضوان إذن دكتور حمدي سنتحدث الآن عن اللغة العربية في مصر بعد الفتح الإسلامي من المعلوم بأن اللغات عندما يحدث فتح لمنطقة جديدة وخاصة الفتح الإسلامي عندما أتى المسلمون إلى مصر وأتوا بلغة ذات حضارة يعني القرآن الكريم يمثل الحضارة العظمى لهذه اللغة اللغة العربية أما اللغة المصرية أو ما يسميها الذين يدرسون في علم الأثار الأثار المصرية القديمة يدرسونها باللغة المصرية القديمة واللغة القبطية للأسف يعني هكذا وقبط نسبة إلى قفط أو إلى غيرها كما يقولون وفي دراسات عندهم بهذه الكيفية كالدكتور نور الدين أو لا أذكر اسمه كاملا الآن عمتا سواء المصرية القديمة أو القبطية فلا نختلف في هذا لم تكن اللغة المتكلمة عند المصريين القدماء ذات حضارة لأنهم كانوا مستعمرين من غيرهم كانوا محتلين من غيرهم كانوا يعني تحت نيري هذا الاستعباد وهذا الاحتلال الغاشم الذي كان يستبد بكل الأمور فعندما أتى المسلمون العرب أتى العرب المسلمون يحملون لغة ويحملون حضارة كان هذا في عهد عمر بن الخطاب نعم في عهد سيد عمر بن الخطاب فتح مصر كان سنة 21 سنة 21 من الهجرة طبعا انتشر اللغة العربية في مصر ظل بطيئا لم يكن سريعا لماذا؟ لأن اللغة نعم اللغة ذات حضارة لكن لابد من عدد كبير يتكلم بهذه اللغة حتى يستطيع أن ينتشر بين هذا الشعب الذي يتكلم بلغة مغيرة حتى تحل هذه اللغة محل اللغة المتكلم بها ولذا يعني تم هذا بدأ يتم في نهاية القرن الأول في سنة 87 من الهجرة في وليه عبد الله بن عبد الملك على مصر من قبل أخيه الوليد بن عبد الملك يعني أمر بالدووين دوان الخرج فنسخت بالعربية بعد أن كانت تكتب باللغة اليونانية في العهد الأموية نعم يعني في هذه الدولة الأموية صحيح ولذلك الدكتور عبد الوحد وفي يعني يذكر بأن التحول من الكتابة باليونانية في الدووين والتحدث باللغة يسميها باللغة القبطية إلى الكتابة والتحدث بالعربية بالتدريج خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة حتى إذا كان القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي كانت غالبية الشعب المصري تتكلم العربية ولا يفهم أفرادها المصرية القديمة بدليل أن رجال الكنيسة أنفسهم ضروا في هذا القرن أن يلقوا مواعظهم في الكنائس باللغة العربية ليس معنى ذلك أن اللغة المصرية القديمة قد انقرضت كل الانقراض في هذا العصر ولكن عفوا دكتور مداخلة هنا دكتور علي عبد الواحد يحدد القرن الرابع الهجري بينما دكتور أحمد مختار عمر قال أن قرن التحول هو القرن الخامس الهجري يعني النهاية يعني بداية القرن الخامس الهجري يعني دكتور علي عبد الواحد وفي يجعله في النهاية على أن القرن الرابع نعني بالقرن الرابع من نهاية القرن الرابع نعم الرابع فيكون الأمر فيه تقارب بين بداية الخامس ونهاية الرابع فيه تقارب ليس بالكبير طبعا الموضوع انتصار لغة على أخرى يتم بمراحل يعني الأول المفردات تكون تطغى لغة المفردات العربية على مفردات البصرية القديمة أولا ثم يحدث التغير في الأصوات ثم بعد ذلك القواعد إلى أن تصير الأمور ولذا الدكتور علاء عبد الوحيد الدكتور أحمد مختار عمر نعم يقول يعني يؤكد بأن قرن التحول النهائي في لغة الكتابة والحديث من اليونانية والقبطية إلى العربية هو القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي إذن قبل أن نستمر في هذا الحديث الشائق الرائق ونبقى الآن مشاهدين مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع أحمد شوقي أمير الشعراء في قصيدة له يصف نهر النيل ويمدحه أحمد شوقي من أبرز شعراء العصر الحديث لقب أمير الشعراء قال في قصيدة له يصف نهر النيل ويمدحه من أي عهد في القرى تتدفقه وبأي كف في المدائن تغدقه ومن السماء نزلت أم فجرت من علي الجنان جداولا تترقرق وبأي نول أن تناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق تسود ديباجا إذا فارقتها فإذا حضرت خضوضر الاستبرق أتت الدهور عليك مهدك مترع وحياضك الشرق الشهية دفق تسقي وتطعم لا إناءك ضائق بالواردين ولا خوانك ينفق والماء تسكبه فيسبك عسجدا والأرض تغرقها فيحيى المغرق تعيي منابعك العقول ويستوي متخبط في علمها ومحقق أين الفراعنة الأولى استذرى بهم عيسى ويوسف والكريم المصعق الموردون الناس منهل حكمة أفضى إليه الأنبياء ليستقوا فتنت بشطيك العباد فلم يزل قاص يحجهما ودان يرمق وتضوعت منك الدهور كأنما في كل ناحية بخور يحرق ليفيك مدح ليس فيه تكلف أم لاه حب ليس فيه تملق حياكم الله ومشاهدين الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في مصر من هنا دكتور رضوان إذن ما أقوى للعلماء في تأثير اللغة العربية القديمة في مصر أو بعض العلماء يسميها اللغة القبطية ما تأثيرها في اللغة العربية الحقيقة في بعض من قاموا بالمعاجم مثل اللغة العربية في مصر الدكتور أحمد مختار عمر ودكتور مجيد عبدين وغيرهم من الأساتذة الذين حاولوا أن يبنوا قاموسا مشتركا في بعض الكلمات التي تخالف العربية أو التي لم يوجد لها أصل في العربية وموجودة في مصر يعني ليس بناء على أن هناك لغة موجودة وإنما فيه كلمات موجودة وليس لها مثيل أو نظير في اللغة المصرية فمثلا عندنا هذه الكلمات بدأ بعض العلماء يجمعونها ولكن هناك كثير من التزيد الحقيقة في هذا الأمر يعني مثلا عندما يأتي راجل له يقول أن كلمة أب هذه كلمة مصرية قديمة وهذه كلمة معروفة أنها كلمة سامية فكهة أبا حتى كلمة أبا السامية القديمة خففت في السريانية إلى أنبا نحن نعرف أن الحرف المشدد يمكن أن يخفف بأصوات الزلاقة الينون والراء واللام والميم والباء فصرت أنبا يعني الأبا فالأصل هو كلمة الألف والباء والباء وهي اسم الأب لكنها عندما انتقلت من السريانية إلى لغة العبادة القبطية في المعابد صرت أنبا بمعنى الأب ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذه الكلمة هي كلمة مصرية قديمة لا نستطيع لأنه ليس عندنا الدليل على ذلك كلمة مثلا النيل الذي تحدث الذي قيلت به القصيدة الآن أحمد شوقي نعم هو كلمة يونانية وليست كلمة مصرية قديمة الكلمة المصرية القديمة لها عدة عشرات الأسماء للنيل هاعبي مثلا يتكلم عن النيل العظيم أو اتروع اتروع هذه كلمة مصرية قديمة لا نجدها في القبطية التي قالوا أنها القبطية أنا نجد فيها كلمات سريانية يعني الآن النيل أصلها هذه كلمة يونانية الكلمة نيلوس كلمة نيلوس اليونانية طبعا هي كانت تنطق بالصادح نيلوس أو نيلوس وبعض الباحثين يعني لا أذكر الآن اسمه عمل كلمة نيلوس باللغة اليونانية هي محسوبة بحساب الجمل اليوناني حساب الجمل طبعا كل حرف له يعني رقم صحيح فهذه الكلمة تساوي 365 يوما 365 يوما اللي هي عدد السنة المصرية لكن لكن نجد بعض الكلمات يعني أسماء بعض البلدان المصرية ما زالت تحتفظ باسمها الفرعوني القديم أسماء الشهور التي تبدأ بشهر أحد الشهور يعني تنتهي بمصر أو باونة هذه الكلمات هي كلمات مصرية قريبة ولكن عربت يعني صارت تنطق أو قريبة من العربية مثل أمشير نسمعها في مصر أمشير أمشير مصرية قديمة واستخدمت في المواسم الزراعية فإذن العلاقة موجودة طبعا نحن لا نستطيع أن نحيط باختلاف العلماء حول وجود كلمات هل هذه الكلمة عربية أم قبطية لأن كثير من القوامس التي وعدت نستكشف فيما بعد أنها أصول سامية أو أنها من الأصول المشتركة يعني مثلا عندي كلمة أيومة أيومة بمعنى الماء وهي كلمة قريبة من السامية كلمة مشتركة بين الحاميات والساميات صحيح كلمة أيومة كانت تطلق على النيل الغربي النيل لما يميل ناحية الغرب غرب النيل يعني قوله أيومة فلما جاء العرب توضح طبعا أداة التعريف فايومة الآن صار عندنا اسم الفايوم يعني بمعنى إيه بمعنى أنها وضعت فيها أداة التعريف المصري وضعت ألاة التعريف واللام العربية يعني صارت كلمة جديدة هذه المنطقة بالجانب الغربي وفيه ديمانهو ديميرا ميرا اللي هو النيل يعني وهذه كلمة سامية قديمة بمعنى التغذية بغزي منطقة في الوجه البحري فميرا وهذه كلمة كلمة المير كلمة سامية مشتركة بين يعني ممكن ناجد فعلا بعض ولكن لما يدخل حرف المصري القديم وحرف زي حرف الجر ديميرا فيصبح عندنا قرية اسمها قرية ديميرا وبالتالي هنا أسماء البلدان أسماء الأماكن النقوش وهذا تحتاج إلى جهد باحثين لا يمكن باحث لا يمكن لباحث واحد أن يقوم بجمعها هذا يحتاج إلى مؤسسة تقوم بجمع الألفاظ وتقارنها بالسامية وتضع كما فعل العلماء الألمان في السريانية مع العربية أو كما فعلوا في الأشورية مع العربية والكلدانية يعني خمسين سنة من البحث ولجان مشتركة فالحقيقة تحتاج إلى جهود كبيرة حتى نطلع على الحقيقة بالتفاصيل نعم من هنا دكتور حمدي نرجو الاختصار أيضا منكم دكتور ردوان في الأسئلة المقبلة حدثنا أيضا دكتور عن تأثير اللغة المصرية القديمة أو القبطية فلنقول يعني عند بعضهم في اللغة العربية من ناحية الأصوات طبعا موضوع التأثير والتأثر بين اللغات الحية لا نستطيع أن ننكره لكن عندنا مستويات ثلاثة نعم مستوى أدبي مستوى نصف أدبي مستوى عامي المستوى الأدبي هو للمتخصصين مستوى نصف الأدبي للذين يتكلمون اللغة من المثقفين لكنهم غير المتخصصين المستوى الثالث مستوى العامي نعم وهذا من الممكن أن يكون فيه تأثر لكن التأثر غالبا يعني فيه اتجاهان العلماء في ذلك الذين كتبوا قالوا بأنه صوت الجيم في العربية الصعيدية ينضق بقيماته الصوتية القبطية طبعا هذا غير غير صحيح يعني تؤثر لكن هذا اتجاه يقول به بعض الناس صوت الجيم هو يلفظونها معطشة الجيم هكذا نعم نعم جيم جيم عادي نعم جيم الفصيح إذن هذا الادعاء غير صحيح الادعاء غير صحيح نعم نتكلم على هذا الادعاء الذي يقوله الاتجاه الأول الاتجاه الثاني يرده وعلى رأس هؤلاء دي لا دي لا سي أوليري هذا مستشرة نعم يقول هذا يذكر بأنه أثر بدوي يعني لأنه عندنا في يقول الصعيد عندنا الصعيد أغلب القبائل الموجودة فيه قبائل العربية أصلا صحيح نعم فكيف يكون نطقا قبطيا كلام غير صحيح طبعا أيضا موضوع نطق القاف نطق القاف في الصعيد قاف مثل اليمن حتى في العراق نحن بعض الكلمات موية يمنية أصلا نعم يعني لهج عربية قديمة نعم يعني الذين يقولون بأنه تأثر باللغة قبطية غير صحيح بالمرة هي لهجة عربية قديمة في نطق القاف نطق القاف نقول في العراق نفسه في الصعيد نحن نطقه في الصعيد هكذا يعني قاف وموجودة إلى الآن في شمال اليمن يعني كنت فترة في في اليمن نعم كانوا في الشمال ينطقونها قاف حتى في القرآن الكريم نعم والله كنا نصلي وقوله الله واحد هل هي قراءة يعني شاذة هو لا يستطيع لا يستطيع هو هكذا درجة من بدايته أنه ينطق القاف قافا وإيضا قريب المخرج يعني القاف فيه قرب يعني فيه يعني بين القاف والكاف نطق بين القاف والكاف صحيح في الجزيرة العربية في جدة ومكة ونجد وأجزاء من فلسطين والعراق فهو اتجاه بدوي يعطي دليلا على استقرار قبائل بدوية في مصر العليا في الصعيد وهذا بالفعل نعم الأمثلة الصبتية الذال والثاء والضاء طبعا لا ننطقها في عمياتنا المصرية يعني الضاء ممكن ضاد ممكن زاي نعم زاي مفخمة الظهر مثلا نقولك الظهر صحيح أو ظهرك تعامل يا ظهرك الأذال تكون دالا الأثاء تكون تاءا أو سينا نعم كل هذه موضوع يعني تأثر بالأمور التخفيف لكن ليس تأثر إلى آخر من التأثر التأثر والتأثر يعني الذي قالوا به طيب هذا التأثر والتأثر أيضا دكتور رضوان من الناحية الصرفية والنحوية باختصار لو سمحتم تفضل هو الحقيقة يجب أن ننظر إلى اللهجات الموجودة الآن في مصر في ضوء اللهجات العربية أولا يعني عندما ننظر إلى الوجه البحري سنجد أن اللهجة الغالبة عليه هي لهجات يمنية يعني مثل كلمة تعلم إمبارح إمبارح هذه ليس من إم صفر ليس من إم صيام في إم صفر حديث رسول ليستخدام ألف والميم اللام والتعريف إمبارح وإمبابة فهذه لهجات يمنية في الوجه البحري غالبا التي تغلب عليها اللهجة القاهرية والقاف اللي هي الجمل والجماعة والجو هذه لهجة يمنية عربية قديمة وتأثر بها الوجه البحري كثيرا إلا محافظة الشرقية التي كان فيها قبائل قيسية فهذه تأثرت باللهجات العربية الشمالية فعلينا الأولا أن ننظر إلى اللهجات الموجودة حاليا في مصر على أنها ممثلة لللهجات العربية القديمة وبالتالي هذا سيوفر علينا كثير من أن نقول ربما هذه تكون مصرية قديمة أو كذا لأنه ليس عندنا الطرف الآخر الذي نستطيع أن نحكم به وهي اللغة المصرية المنطوقة غير موجودة فلا نستطيع أن نحكم وبالتالي اللهجات في الصعيد كما قال الدكتور لأن هذه معظم قبائل نزلت بكاملها نزلت يعني قبائل نزلت بكاملها وتاريخها موجود البيان والإعراب عما نزل في مصر من قبائل العرب ومروج الذهب في قبائل العرب يعني كل منطقة معروفة القبائل التي نزلت فيها وأنسابها ومن أين نزلت وحتى هذه القبائل لما ذهبت إلى بلاد المغرب العربي هو نفس التأثير الذي حدث لكن المغرب العربي فيه الأمازيغية صحيح نستطيع أن نقارنها ونستطيع أن نقول هذه كلمة أمازيغية وهذه كلمة عربية لماذا؟ لأن الأمازيغية موجودة موجودة في نطق الناس وهذا لا يتوفر للغة المصرية القديمة التي كان بينها وبين اللغة العربية الفترة الزمنية طويلة جدا من الاحتلال الروماني ثم اليوناني ثم الفارسي ثم الروماني بعد ذلك فبالتالي هنا القضية تحتاج فعلا إلى توضيح أكثر يعني عندما عندما نحاول أن ننظر إلى الكلمات المصرية القديمة سنجدها في أسماء الأماكن وعلم التوبنيميا أو دراسة الأسماء الأماكن وأسماء الشهور الأشياء التي لا تتغير بسهولة أو التي يرددها الناس حتى اليوم لم يبقى من الوقت إذن سعود إليك في سؤال أخير دكتور رضوان ولكن الآن دكتور حمدي أثر لهجات العربية في أصوات عربية مصر في غير المستوى الأدابي في الحقيقة الكثير من الألفاظ في اللهجة التي نتحدث بها هي يعني بقية من بقايا الهجات العربية القديمة يعني نطق القاف قاف هذه معروفة وموجودة نطق القاف كاف لغة بني تميم طبعا معروف بأن الهلالية وأحلاف من القيسيين يعني هاجروا إلى صعيد مصر في التغريبة التي غربوا فيها إلى صعيد مصر قبل أن يغربوا إلى بلاد الشمال الإفريقي من قبال الهلالية وقايس نعم وهم من البدو الحجازية وعندنا قرية في محفظ السهاج بني هلال بني هلال نعم بالفعل من هذه القبيلة لأننا عندنا جهينة وعندنا سلين عندنا فزارة صحيح نعم هذه كاملة الوصول الوصول طبيلة نفسها وتجد لو درست هذه القرى وهذه الأماكن يعني قريب جدا من اللهجات القديمة في أصواتها في تركيباتها في نطقها وتجد عندنا كل قرية على ما فيها من اللهجات العربية القديمة النطق سواء في إمالة في تسهيل في كذا من ناحية صوتية هذه القبال محتج بلغتهم طبعا نعم ناحية القديم لكن الحديث ناحية تغير حدث تطور في النطق نعم صعب يعني بنو تميم ينطقون القفة كاف تنطق عندنا البرتقال يعني في بعض الناس ينطق البرتقال يقول البرتقال القفة كاف واللام والنون والراء معروف لقرب المخرج أو من مخرج واحد فيحدث الإبدال بينهن يعني موضوع الإبل التي ذهبت أصواتها من العياء والضعف يقولون بنو تميم يقولون فيها النكة النكة وقرأ بعض بني غنم ابن دودان من بني أسد فأما اليتيمة فلا تكهر بقوله تعالى فأما اليتيمة فلا تكهر وهي لغة تنسب أيضا إلى بلحارث بن كعب من اليمن يقولون في الرقيق الركيك وفي القصير الكصير نعم إبدال الذال دالا هي لهجة عربية من معروف أن بين ربيعة كانوا يبدلون الذال دالا في بعض الألفاظ إبدال السين بعد السين صاد يعني السراط وصراط وهذه معروفة من القديم بسطة وبسطة وسقر وسقر معروف القصة اللي اختلف عربياني في السقر قال أحدهما بالسين وقال الآخر بالصاد فقالوا نحتكم إلى أول وارد علينا فالثالث كان من قبيلة أخرى قال لا هذا ولذاك وإنما وزق زي المفخبة بالنسبة للصراط تجوز فيها القراءات القراءات في السبعية السراط والصراط والزراط في السبعية يعني قراءة السبعية هذا الإبدال يتم في لهج التميم وبخاصة بالعنبر الذين يقلبون السين الصاد عند أربعة أحرف اللي هي الطاء والقاف والغين والخاء إذا وقعنا بعد السين وهذا قاله الفراء في نعم دكتور للأسف بقيت يعني أقل من دقيقة دكتور رضوان حدثنا إذن متفضلا فيها عن أثر اللهجات العربية في عربية مصر في المستوى غير الأدبي يعني في النحو الصرف هو الحقيقة فيه طبعا ظواهر كثيرة يعني مثلا لو التركيب الشائع عندما نقول ظلموني الناس أغنية مشهورة لأحد الفنانين المصريين فهذه لغة مشهورة عن لغة كنوني البرغيس صحيح يعني هذه لغة مثلا مشهورة أو عندما نقول مثلا ده ودي وداء في اللهجة المصرية صحيح هذه عبارة عن ذهي القديمة الفصيحة وذا وذي للمؤنس ولما ندخل عليها الهائة التنبيه نقول هذا وهذه وهذا وحتى هذاك يعني نجدها في البدو ونقول هذاك مثلا هذه لغات يعني موجودة في الجزيرة العربية وموجودة بنفسها حتى بعض الزملاء كان نقش مرة في كلمة بهبه الموجودة في الصعيد قال هذه ممكن تكون لغة مصرية قديمة وقل يا سيدي لو بحثنا عنها الحقيقة فوجدناها صيغة من صيغة تعجب العربية القديمة لما الإنسان يعني يدهش يقول بهبه موجودة في الصعيد الكلمة هذه وبالتالي الهجات العربية تكاد تكون ممثلة جميعها في مصر لماذا؟ لأن يعني أكثر مكان دخلت وخرجت منه القبائل نحو أفريقيا والمغرب العربي وكانت مصر للحقيقة نعم دكتور إذن في ختم في ختم فقرة موضوع حلقتنا إذن لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر سكاك من الدوحة دكتور رضوان المنيسي عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في جامعة قطر بارك الله بكم ونفع دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا حياكم وحياكم أمل أن المشاهدين الكرام نبقى مع وقفة قصيرة وصحيح القول فلسطين النطق الصحيح لفلسطين كما جاء في معجم البلدان ليقوت الحموي بكسر الفائ وفتح اللام وتسكين السين فلسطين وكل لفظ آخر خطأ فبعضهم يقول فلسطين بفتح الفائ واللام أو فلسطين بكسر الفائ واللام وكلاهما خطأ وصحيح القول إذن هو فلسطين فصيل الفصيل هو ولد الناقة أو البقرة عند فطامه وفصله عن أمه ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وترمض الفصال أي تحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل والفصال هي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل أما قولهم اليوم مثلا فصيل مقاوم من الفصائل الفلسطينية فهذا لا يصح لأن الفصيل كما تقدم هو ولد الناقة أو البقرة عند فطامه وفصله عن أمه والعربية تتسع لمفردات أخرى كثيرة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني وعنوانها هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم الجزء الثاني حياكم الله إذن في البيان القرآني ما زلنا في اللغات في القرآن الكريم في الجزء الثاني ونبدأ مشاهدين الكرام من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم في البقرة هنا السؤال دكتور ما معنى راعنا وما لغتها في الحقيقة الحمد لله والسلام عليكم السيوطي في كتابه الذي جمع فيه ما قيل بأنه معرب ونسب هذه الألفاظ تبعا لمصادره التي اعتمد عليها يقول في كلمة راعنا أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس قال راعنا سب بلسان اليهود الكلمة في الحقيقة عربية وليست بلغة اليهود وإنما هم كانوا يلحنون يعني ينطقونها نطقا يقارب معنا عندهم لكن الأصل الكلمة عربية راعنا يعني احفظنا بالعربية لكن ينطقونها نطقا يأتي بمعنى الرعونة ليكون سبا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدثون لحنا في النطق وله شوهد أخرى نعم ولذا أمر المسلمون ألا يقولوا راعنا وقلوا انظرنا واسمعوا نعم أمروا بأن لا ينطقوا هذه اللفظ حتى لا يتكلم به اليهود مثل تحريف السلام أيضا نعم نعم بدل السلام والسام هذا تحريف الأم الكلمة عربية لكن ينطقونها بلحن يتناسب مع معنا عندهم ليكونوا سبا للنبي صلى الله عليه وسلم حرفون الكلمة عن موامر هم هكذا طبيعتهم أيضا من قوله تعالى مشاهدين الكرام ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون في سورة آل عمران السؤال هنا دكتور ما معنى ربانيين وما لغتها الجواليقي في المعرب يقول أو يذكر عن أبي عبيد أبي عبيد يقول أحسبوا الكلمة ليست بعربية يعني هو لا يقطع بعدم عربيتها أظن نعم إنما هي عبرانية أو سوريانية ولم يحدد يعني هكذا أبو عبيد يقصد قاسم بالسلام نعم وذلك أن أبو عبيد أبو عبيد طبعا شيخ أبي عبيد نعم زعم أن العرب لا تعرف الربانيين هنا نسبته الزعم يعني ليس رأيا راجحا نعم قال أبو عبيد وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم هنا يرجح بأنها عربية في كلامه هنا وقال وسمعت رجلا عالما بالكتب يقول الربانيون العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهل نعم وقال السيطي وجزم بأنها سوريانية أبو القاسم صاحب لغات القرآن وأبو حاتم في كتاب الزينة والواسطي في الإرشاد وقال الراغب في المفردات قيل رباني لفظ سورياني وأخلق بذلك فقل ما يوجد في كلامهم يعني فيها اختلاف أيضا فيها اختلاف ولم يقطع بذلك أحد لكن الجذر جذر عربي عربي نعم ولو قلنا النسبة إلى رب رباني موجود 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 في النسبة العربي بالألف والنون والياء صحيح في النسب لو قلنا بهذا فهي من ناحة الجذر ومن ناحة الأمور عربية موجودة عربية والفقهة عرفوها بمعناها نعم العلماء بالحلال والحرام نعم أيضا من ذلك مشاهدين الكرام في قوله تعالى في سورة الفاتحة في الآية الثالثة الرحمن الرحيم في هذه الآية نستفهم دكتور عن كلمة الرحمن أهي عربية هذا الوزن يعني أولا الذين قالوا بأن الرحمن غير عربية وأنها بالعبرانية وأصدها بالخاء المعجمة هذا كلام غير صحيح وإن كانت بالعبرانية بخاء معجمة فنقول هي عربية الأصل وهي من المشرك السامي القديم فكل ما قيل حتى نضع قاعدة لما قالوا بأنه سرياني أو قالوا بأنه عبري أو بأنه نبطي هذا من المشترك السامي القديم ومشترك السامي يعني من اللغة العربية القديمة وهذا ما نص عليه علماؤنا وقالوا بأن اللغة العربية القديمة كانت واسعة ولا يحيط بالعربية إلا نبي فكثير من الألفاظ حتى من العرب الذين قالوا وهم من أفذاذ العرب الذين قالوا لا نعرفها هي عربية أصيلة مثل فاطر ومثل فاتح ومثل أب ومثل هذه الألفاظ هي عربية في لحمة وسدة صحيح وسدة كما يقولون في آخر دقيقة أيضا نأخذ قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا في الكهف ما معنى الرقيم هنا دكتور وما لغتها نعم يعني أذكر ما قاله أنا طبعا أتعامل مع السيوطي في كتابه يقول الرقيم اللوح بالرومية وقال أبو القاسم في لغة القرآن هو الكتاب بلغة الروم وقال الواسطي وتحري كرشفتين بالعبرانية في لسان من تصريفات مادة الرقيم ما يدل على أنه عربي يعني الرأ والقف والميم الجذر موجود بتصريفاته المختلفة الرقم كذا والرقيم موجود في شعر كثير للعرب من الرقمتين إلى آخره نعم قال نعم والرقيم الدوا حكاه بن ذريد قال ولا أدري ما صحته وقال ثعلب هو اللوح وبه فسر قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم وقال الزجاج قيل الرقيم اسم الجبل الذي كان فيه الكهف وقيل اسم القرية التي كانوا فيها والله أعلم وقال الفراء الرقيم لوح رصاص كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصصهم ومما فروا وسأل ابن عباس كعبا عن الرقيم فقال هي القرية التي خرجوا منها وقيل الرقيم الكتاب وحكى ابن بري قال قال أبو القاسم الزجاجي في الرقيم خمسة أقوال إلى آخره من هذه ومنه قول الشعر وداروا لها بالرقمتين نعم يعني تجد في شعر عربي قبل الإسلام والجذر اللغوي بمشتقات المختلف موجود نعم فإن قيل بالسوريانية إن قيل بالعبرية كذا وإذن هذه اللفظة من المشترك السامي القديم صحيح اللي هو اللغة الأم اللغة الأصل اللي هي كما قلنا في حلقة سابقة اللغة العربية الأولى أم اللغات أم اللغات صحيح نعم في ختم هذه الحلقة إذن نشكر ضيفنا لأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة قرسون التركية جزاكم الله خير الجزاء أستاذنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونلقاكم إذن مشاهدين الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة